السلام عليكم مصرع سيدة دهسا تحت عجلة قطار بالمغرب لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا باخر اخبار المغرب لقيت سيدة تبلغ من العمر 50 سنة حتفها بعد زوال اليوم الاربعاء متأثرة بجروح ورضوض خطيرة اصيبت بها بعدما دهسها قطار ظواحي مدينة القصار الكبير وحسب المعطيات المتوفرة فان الهالكة كانت تهم بعبور المقطع السيككي على مستوى منطقة بلاد السرصي قبل ان تتعرض للدهس من طرف قطار كان متوجها الى مدينة طنجة لترفض انفاسها الاخيرة بعين المكان وقد هرعت عناصر الوقاية المدنية والسلطات الامنية والمحلية لمكان الحادث حيث تم نقل جثة الى مستودع الاموات بمدينة القصار الكبير